استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بمقر الأمانة العامة رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلى عدد من مسؤول جهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي تناول اللقاء تطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة في منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية على المنطقة واستعرض أبو الغيط رؤية ومواقف الجامعة العربية تجاه هذه القضايا أضافة إلى بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات المؤسسية العربية والأوروبية